أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استحداث مجموعات عمل وزرية في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات عمل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن وأضاف مدبولي أن مجموعات العمل الوزرية ستكون معنية بالاجتماع بشكل أسبوعي لبحث مختلف الملفات وعرضها على اجتماعات الحكومة في إطار أننا نحقق مستهدفات سيادة الرئيس بأسرع وقت ممكن والأهداف اللي ممكنها أو وضحها للحكومة حنبدأ يمكن نستحدث أن يبقى فيه فلسفة ليه أن يبقى فيه مجموعات وزرية متخصصة هتبقى موجودة بتجمع عدد من الوزراء تحت هذه المجموعات وبيبقى بيرقصها يئمة رئيس الوزراء يئمة وزير معني بهذه الوزراء وطبعا أول مجموعتين اللي أنا أعلنت عنهم واللي حيرقصهم استادة نواب رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزرية للتنمية البشرية وتحت كل مجموعة هيكون هناك كل الوزرات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء بيجتمعوا إسبوعيا بتبقى هناك مستهدفات للمجموعة بيحلوا كل المشاكل والتداخلات العرضية اللي ما بينهم رئيس الوزراء بيقعد معاهم ممكن كل إسبوعين أو كل شهر على الأكثر مرة بتعرض قرارات المجموعة لو تطلبت أي موافقة من مجلس الوزراء بتتعرض في نفس اجتماع في نفس الإسبوع يعني المجموعة الوزرية تجتمع لقيت أن في عايزة قرارات مجلس الوزراء يعتمدها بعدها بيومين ثلاثة يبقى اجتماع مجلس الوزراء نعتمد هذه القرارات عشان العجلة تمشي بأسرع وقت ممكن